فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله ومن هذا الباب قوله سبحانه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تابعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم قال غير واحد من السلف معناه لألا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة فيقولون قد وافقون في قبلتنا فيوشك أن يوافقون في ديننا فقطع الله بمخالفتهم في هذه القبلة هذه الحجة نعم هذه الآيات في شأن القبلة في الصلاة استقبال القبلة في الصلاة كان النصارى يستقبلون المشرق في صلواتهم لأن هذا مما دسه عليهم اليهودي بلس اليهودي بلس الذي ادعى اتباع المسيح ودس في دين النصارى التثليث ودس فيه عبادة الصليب ودس فيه توجه للمشرق فهذه القبلة ليست مشروعة من الله سبحانه وتعالى وإنما هذا من تغييرهم وأما اليهود فيستقبلون الصخرة استقبلون بيت المقدس استقبلون بيت المقدس وهذه كانت قبلة صحيحة في الأول قد استقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم في أول هجرته إلى المدينة استقبلها المسلمون وصلوا إلى بيت المقدس طاعة لله سبحانه وتعالى لكن كان في علم الله وفي حكمه وشرعه أن هذا الرسول يستقبل قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي الكعبة المشرفة فهي قبلة الجميع وكان اليهود يعلمون هذا يعلمون أن هذا الرسول سيستقبل قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي الكعبة المشرفة فلما أمر الله جل وعلا بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة عند ذلك ثارت ثائرة اليهود واستغلوا هذا الحدث في الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من ضعاف الإيمان من المسلمين من يرتد منكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم أن يتبع الرسول مما ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله تحويل القبلة حدث عظيم استغله اليهود في الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه الحق لكن من باب التشنيع والتشويه للرسول صلى الله عليه وسلم ولما حويلت القبلة أولا أن هذا أمر الله جل وعلا والواجب على المسلم أن يتبع أمر الله فحيث أمرك أن تتوجه يجب عليك أن تتوجه ولا تتبع شيئا لم يأمر الله به أو أمر به أولا ثم نسخه فأنت تدور مع أمر الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فالعفرة بأمر الله سبحانه وتعالى حيث أمرك أن تتوجه في صلاتك فإن الواجب عليك أن تتوجه ولا تعترض هذا شيء الشيء الثاني أن هذه القبلة مذكورة في التوراة والإنجيل وأن هذا الرسول يستقبل بقبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون ذلك لكنهم جحدوه وأنكروا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممترين فلما حولت القبلة قالوا إنه تحول عن القبلة التي أمر الله باستقبالها وهذا يريد أن يخالفنا في كل شيء وهذا وهذا وارتد من ارتد من بعض المسلمين ضعاف الإيمان فالله جل وعلا طمأن رسوله صلى الله عليه وسلم في أن هذا دأبهم ليس هدفهم الحق وإنما هدفهم اتباع أهوائهم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتابة بكل آية ما تبعوا قبلتها لأن ما هم مقصودهم الحق حتى تنفع فيهم الآيات الآيات إنما تنفع في من يريد الحق وهؤلاء لا يريدون الحق وهذا كل صاحب هوى فهو كذلك لا يريد الحق مهما أقمت عليه من الأدلة لأنه يريد اتباع هواه ومن يريد اتباع هواه فلن تملك له من الله قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم ختم على سمعه وقلبه اجعل على بصره غشاء فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون فالذي يتبع هواه هذه سبيله لا يقنع بالآيات ولا الأحاديث وهذا شيء مشاهد الآن نعم أن أهل الضلال والفرق الضالة مهما أقمت لهم من الأدلة لا يعبؤون بها لأنها تخالف أهواءهم وإذا جئت بحديث مكذوب أو حديث ضعيف أو حكاية نعم أو منام رؤية بنام وهي توافق أهواءهم فرحوا به وجعلوه دليلا قاطعا لا يقبل الشك وإذا جئتهم بآية أو بحديث صحيح أو حتى متواتر وهو يخاله أهواء فلن يقبلوه ولن يعبؤوا به أبدا فهذه طريقة أهل الأهواء وأهل الضلال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك والدليل على ذلك أنهم هم مختلفون بينهم هم مختلفون بينهم فالنصارى يستقبلون المشرق وهؤلاء يستقبلون بيت المقدس فدل على أنهم يتبعون أهواءهم حتى فيما بينهم فكيف تطمع أن يتبعوك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعين قبلتهم هذا تيئيس لهم تيئيس لهم من أن الرسول قد عصمه الله عليه الصلاة والسلام عصمه الله من أن يتبع أهواءهم فلا يطمعون في هذا وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض كما ذكرنا أن النصارى لهم قبلة واليهود لهم قبلة لماذا هذا أليس الدين واحد أليس العبادة لله وحده وقد أمرهم أن يستقبلوا بيت المقدس فلماذا يستقبلون المشرق فهذا دليل على أنهم يتبعون أهواءهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ثم قال لنبيه ولئن اتبعت أهواءهم يعني هذا من باب الفرض نعم وهو تحذير للأمة التي يمكن أن تتبعهم أو يتبعهم أحد منها أما الرسول فلا يمكن يعني أن الله عصمه بذلك لكن هذا من باب الافتراض والتحذير ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من الحق من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين يعني والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فإنك وضعت القبلة في غير موضعها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وهذا ظلم لأن الظلم أنواع منه الظلم ووضع الشيء في غير موضعه منه ظلم بين العبد وبين ربه ومنه ظلم بين العبد وبين نفسه ومنه ظلم بين العبد وبين الناس فهذا من الظلم الذي بين العبد وبين ربه وبين ربه إنك إذن لمن الظالمين ثم بيّن له بيّن الله لرسوله أنهم لم يخالفوك عن جهل وإنما خالفوك عن علم ومعرفة لكنهم خالفوك حسداً وتكبّراً الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون أين يستقبل في صلاته هذا يعرفونه ليس غريباً عليهم حتى يستنكروه بل كما يعرفون أبناءهم كما يعرفون أبناءهم وهذا أدق شيء نعم ولكن قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من أحبار اليهود قال والله إننا لا نعرف محمداً صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرف أبناءنا لأننا معرفتنا لأبنائنا بناء على الثقة بأمهاتهم نعم أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نعرفه بناء على وحي الله سبحانه وته فنحن نعرفه أكثر مما نعرف أبناءنا كما يعرفون أبنائهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون هذا هو الذي حملهم على هذا الكتمان نعم كتمان الحق تكبراً وحسداً لهذا الرسول ولأمته والكبر والحسد كما حصل لإبليس ماذا؟ بسبب الكبر وبسبب الحسد أيضاً نعم تكبر على آدم وحسده فماذا صار له من العاقبة والعياذ بالله؟ سبب له هذا الطرد والإبعاد عن رحمة الله وكذلك اليهود كذلك اليهود إنما منعهم من قبول الحق واستقبال الكعبة هو الحسد والاستكبار والعياذ بالله نعم